وفي ذات الإطار وصل قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال إسماعيل قآني للعاصمة بغداد في زيارة غير معلنة مزر المطلع قال أن قآني وصل في ساعة متاخرة في الليلة أمس الأحد إلى بغداد قادما إلى العاصمة أو قادمة من العاصمة الإيرانية طهران بعد أكثر من 24 ساعة لتوتر الأوضاع في البلاد إثر محاولة الاغتيال التي استهدفت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وأضاف المصدر أن الهدف من الزيارة هو تهدئة الأوضاع بين الفصائل المسلحة ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خصوصا بعد تعرضه لمحاولة اغتيال مؤكدا نقاء أن يلتقى الكاظمي وقيادات بالفصائل المسلحة لإقناعهم بالقبول بنتائج الانتخابات